الخطوط الملكية المغربية تحتفي بثلاث وثلاث يسام خدمتها في موريتانيا موازاتا مع مضي ستين عاما على إقلاع أول طائرات الملكية المغربية خلال مؤتمر صحافي عقد بالمناسبة تعحد القائمون على الشركة بزيادة عدد رحلاتها من وإلى النواكشوط ضمن استراتيجية جديدة لتطوير خدماتها في المنطقة تقوم اليوم بالاحتفال بزبنائها الكرام وبكل الناس الذين يشتغلون في بعيدنا القريب في مجال النقل الجوي للتعريف بجودة منتوجها المقدم لزبنائها في موريتانيا الشقيقة مواكبة لعودة المغرب إلى حضن الإفريقي أعلنت الخطوط عن مشروع طموح لزيادة عدد رحلاتها في أفريقيا تأكيدا على سياسة الانفتاح الجديد على القارة عدة مزايا الاستراتيجية الجديدة تضمن للخطوط الملكية ترصيخ قوتها في مجال النقل الجوي بالمنطقة جميع الأمور التي تقوم بها الخطوط الملكية المغربية لتطوير الخدمات التي توفرها للزبناء وكذلك لتقديم الشكر لزبناء الذين يضعون اعتقادهم في الخطوط الملكية المغربية بصفة منتظمة تسير الخطوط الملكية ست رحلات أسبوعيا بين موريتانيا والدار البيضاء كما تعد الرابط الأول جويا بين نواكشوت وبقية العالم حاضر تتطلع الملكية المغربية إلى تعزيزه عبر فتح آفاق أرحب لآلاف المسافرين الموريتانيين على متنها ترجمة نانسي قنقر